في الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال فضلت الجزائر اعطاء صبغة اقتصادية للاحتفال حيث جاء من زاوية مالية بإصدار ورقة نقدية من فئة ألفي دينار جزائري حملت صورا لمجموعة الستة التاريخية لها دلالة أولا دلالة تاريخية وهي ربط الأوراق النقدية الجزائرية بمختلف التراث الثقافي التراث الثوري الجزائري التراث التاريخي للأسف الشديد كانت هناك أوراق نقدية في الجزائر فيها رسومات الحيوانات وهذا ما تأسف عليه هذه الدلالة توحي إلى دلالة سيادية بحكم أنه كما قال رئيس الحكومة العملة الوطنية في الجزائر هي رمز من رموز السيادة الوطنية لا بد من ربطها تاريخيا ولا بد من إعطائها صبغة سيادية ثورية إصدار الورقة النقدية الجديدة يأتي لحماية العملة الوطنية من التزوير كما أنه أمر مهم في مسعى الدولة لاسترجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي أراه قراءة مستقبلية وقراءة اقتصادية كيف ذلك؟ قراءة مستقبلية أنه في إمكانية استرجاع النقود يعني استرجاع الكتلة النقدية المتواجدة في السوق الجزائري وبالأخص السوق الموازن أعتقد أنه كان توجه أنه علينا امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الجزائري فضلا على أنه كانت هناك هذا العملة ألفين دينار جزائري كانت قابلة للتزوير يعني كانت هناك قابلة للتزوير لذلك أعتقد تم تدرك هذا الأمر تغيير ورقة ألفين دينار جزائري عشية الاحتفال بذكر عيد الاستقلال جاء ليحمل رمزية تاريخية وفائدة اقتصادية في إطار سياسة الإصلاح المالية التي تحمل اقتصاد الوطني وتضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ترجمة نانسي قنقر